قررت واشنطن تمديد الإعفاءات الجمركية على المنتجات الطبية الصينية إلى ثلاثة أشهر أضافية هذا وقالت واشنطن إنها تنظر في احتمال تمديدات إضافية أو تعديلات إذا اقتضى الأمر في ظل أجواء التهديئة تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم قررت واشنطن تمديد الإعفاءات الجمركية على المنتجات الطبية الصينية إلى ثلاثة أشهر إضافية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا يأتي ذلك بعد أن هدأت راح الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي تصعدت خلال الفترة الماضية إلا أن جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت البلدين إلى الجنوح للتهديئة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من الأزمتين والقمة الصينية الأمريكية الأخيرة وفي ديسمبر عام 2020 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى تمديد الإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية من الصين حيث شملت 81 منتجا للرعاية الطبية وتم تمديد الإعفاءات مرة أخرى في نوفمبر عام 2021 ومرة أخرى أيضا في يونيو 2022 ولم ينتهي الأمر بتمديد الإعفاءات لسلاسة أشهر إضافية حيث قالت واشنطن إنها تنظر في احتمال تمديدات إضافية أو تعديلات إذا اقتضى الأمر وكانت الرسوم الجمركية العقابية بدأ فرضها على المنتجات الصينية من قبل حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 والتي بلغت قيمتها نحو 350 مليار دولار من الواردات الأمريكية السنوية إلا أنه في يناير 2020 وقعت كل من واشنطن وبكين اتفاقية تجارية تعهدت بمجابها الصين بتعزيز مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020-2021 لكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق أهداف تلك الاتفاقية ورغم الخلافات السياسية المتباينة بين واشنطن وبكين والتنافس المحموم بينهما على السيطرة وبسط النفوذ إلا أن ميدان التجارة يشهد حالياً هدنة بينهما في ظل تلك المؤشرات من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي على الانتعاش مرة أخرى في ظل الأزمات الراهنة اشتركوا في القناة